موسيقى النشر الاقتصادية من الاخبارية السورية اهلا بكم بيانت وزارة النفط والثروة المعدنية وصولها الى المرحلة الاخيرة من عملية اعداد وتطبيق نظام ادارة الجودة افقى متطلبات المواصفة القياسية العالمية ايزو وذلك في جهود استمرت سبعة اشهر الوزارة اشرت الى انه من اجل تفعيل نظام ادارة الجودة قامت بمجموعة من الاجراءات من خلال احدث مكتب ضمان الجودة ووضع سياسة ادارة لاستمرارية العمل وتحليل اثار الاعمال وادارة المخاطر والاستفادة من الفرص وافكار التحسين مؤكدة انه تم تحسين ادوات والية المراقبة والية توثيق المشاكل والبدء بعمليات الارشفة القانونية الالكترونية اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي ان الوزارة انهت استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولية مبينا ان اخر مهلا لنقل تجهيزات المديرية والمؤسسات المشاركة هو الثالث عشر من الشهر الجري الغربي بينا حرص الوزارة على تسجيل حضور ومشاركة متميزة في هذه الدورة مشيرا الى ان معرض الباسل للابداع والاختراع الذي سيقام في الفترة بين العشرين والرابع والعشرين من شهر اب الحالي سيكون له جناحه الخاص ضمن المعرض وسيسجل مشاركة كبيرة ونوعية شابة تساهم في عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة بهدف متابعة التحضيرات والاستعدادات لمعرض دمشق الدولي تفقد وزير النقل المهندس علي حمود الاعمال التي تنفذ من قبل كوادر الوزارة على طريق مطار دمشق الدولي كما تفقد جناح الوزارة بمدينة المعارضة وختم جولته بالاطلاع على التحضيرات في مطار دمشق الدولي تفاصيل اوفا مع سراب الهوى مع اقتراب فعاليات معرض دمشق الدولي تفقد وزير النقل المهندس علي حمود الاعمال التي تنفذ من قبل كوادر الوزارة على كامل مسار طريق المطار بالاتجاهين وفق المهل الزمنية المحددة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل المتطلبات والمستلزمات وتلافي حدوث اي تأخير وذلك تحضيرا واستعدادا لاستقبال زوار معرض دمشق الدولي وزير النقل المهندس علي حمود شددا على نوعية التنفيذ وجودته والمهل الزمنية المحددة واطلع على مدى رضى المواطنين والموظفين عن الاداء والخدمات مبينا ان الوزارة تمت استعداداتها لاستقبال الزوار وفق الوقت المحدد بعد ذلك تفقد جناح الوزارة في مدينة المعارض مؤكدا حجز جناحا للوزارة بمساحة 220 مترا مربع يضم كافة قطاعات النقل البري والجوي والبحري والسككي بحيث يشمل كافة الجهات التابعة للوزارة مع شركات الشحن وشركات النقل الجوي الوطني الخاصة اما على صعيد المواصلات الطرقية فقد بينا حمود انه تمت صيانة واعادة تأهيل طريق المطار بدءا من مدخل المطار وحتى مدخل مدينة دمشق الجنوبي لافتا خلال لقائه مع مدير مؤسسة المعارض والاسواق الدولية ورئيس اتحاد المصدرين الى تقديم حسم 25% على تذاكر السفر للقادمين والمغادرين خلال فترة المعرض و50% على شحن البضائع خلال فترات المعرض مشيرا الى تقديم جميع التسهيلات والاحتياجات المطلوبة التي تنعكس على حركة التصدير حمود ختم جولته بالتوجه الى مطار دمشق الدولي حيث التقى المسافرين واستمع الى شكاوي المواطنين ورصد استكمال اعمال التأهيل التي تنفذ تمهيدا لاستقبال الزوار والوفود المشاركة في المعرض مستعرضا خلال لقائه مع المعنيين وبحضور الكوادر المشرفة على قطاع النقل الجوي الاعمال المنفذة في مطار دمشق الدولي موضحا ان الوزارة تعمل على متابعة الاستعدادات للمشاركة في المعرض من خلال تجهيز طريق المطار واستكمال تحضيرات صالة المطار لاستقبال الوفود المشاركة تستمر فعاليات مهرجا التسوق الشهري العائلي في صالة الرياضية بمحافظة طرطوس والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة 220 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية متخصصة بالصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والناسجية مزيد من التفاصيل في التقرير التالي تستمر في محافظة طرطوس فعاليات مهرجا التسوق الشهري العائلي في الصلاة الرياضية في المدينة والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة 220 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية سورية متخصصة بالصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والناسجية نحن اليوم بالخامس في مهرجان طرطوس كان الأقبال كتير رائع شهدنا أقبال وتدفق عم نقول تدفق كبير للزوار المستهلك السوري الموجود دمن محافظة طرطوس أثبتنا وجودنا هون من خلال الأصناف الموجودة بكل الشركات جودتها مواصفاتها العالية وأهم شيء عروضها وأسعارها اللي أثبتت أنه فعلا أرخص من السوق المهرجانات هاي بتعرف المستهلك على المنتجات الشركة وبتعمل تسويق مباشر للمستهلك وبيهمنا كثير يتعرف المستهلك على صناعة البلد المشاركة مستمرين فيها من عام 2015 كان الأقبال اليوم كان أكثر الأيام أقبال الزوار محافظة طرطوس المعرض ضم تشكيلة واسعة من مستزامات المنزل الغذائية ونسجية والكيميائية بأسعار مقبولة ونوعية متميزة وذات وجودة عالية ويشهد إقبالا واسعا من أهالي طرطوس للاستفادة من العروض والحسومات التي يوفرها المهرجان أحلى شيء أن تنزل على السوق بتلاقي كل شيء بتتسوى كل شيء وبضل ماشي والأسعار مناسبة والحمد لله في قبال كثير على المهرجان في حسوماتين ويتميز المهرجان بوجود تخفيضات حقيقية في الأسعار مقارنة مع أسعار الأسواق الأخرى إضافة إلى العروض والهدايا التي تقدمها إدارة المهرجان قال وزير الأشغال العام اليمني إن عملية إعادة أعمار المنشأة المتضررة جراء الحرب التي تشهدها البلاد ستنطلق في محافظة عدن وتهدف خطة الأعمار إلى بناء منازل المواطنين التي تضررت بكلفة تقارب من 20 مليار و700 مليون ريال يمني عبر تمويل حكومي وبمساهمة من الصندوق العربي للإنماء بقيمة مليوني دولار وقعت الشركة الفرنسية لإصناعة السيارات رينو عقدا في إيران لإنتاج 300 ألف سيارة سنويا في إطار مشروع مشترك تبلغ قيمته الاستثمارية 660 مليون يورو المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تصنيع 150 ألف سيارة سنويا وتبلغ قيمتها 660 مليون يورو في حين تبدأ المرحلة الثانية من المشروع في 2019 ومدتها ثلاث سنوات ستتضمن تصنيع 300 ألف سيارة سنويا وفق بنود الاتفاق سيتم تصدير 30% من السيارات وقطع الغيار التي ينتجها المصنع الإيراني أعرب وزير الخارجية البولندي عن استعداد بلاده لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية إذا تتمتع بسعر منافس مقارنة بأسعار الموردين الآخرين مثل روسيا الوزير البولندي أوضح أن بلاده تسلمت ناقلة أو اثنتين من الغاز المسال الأمريكي وذلك لدراسة جدوى استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شراء الغاز الأمريكي ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى أسعار العملات الرئيسية مقابل أيلر السورية حسب نشرة مصر في سوريا المركزي سوية نلاحظ بأن الدولار الأمريكي بالنسبة للحوالات الشخصية ما زال عند مستوى 514 لير و85 قرشا سوريا أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 517 لير و42 قرشا سوريا اليورو بالنسبة للحوالات الشخصية عند مستوى 578 لير أما بالنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 607 لير و97 قرشا سوريا ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى أسعار الذهب سوية نلاحظ بأن أوصة الذهب عالميا وصلت إلى حدود 1259 دولار و41 سنت للأنصة الواحدة أما بالنسبة لأسعار الذهب في السوق المحلي جرام الذهب عير 21 بـ 18600 ليرة سورية أما جرام الذهب عير 18 هو بحدود 15943 ليرة سورية الليرة الذهبية السورية عير 21 أصبحت بـ 154000 ليرة سورية ننتقل وإياكم إلى قطاع النفط سوية نلاحظ بأن خام برينت وصل إلى حدود 52 دولار و75 سنت للبرميل الواحد أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 49 دولار وتسعة وخمسين سنت للبرميل الواحد هذا كل ما في جعبتنا من أخبار اقتصادية عشق الرياضة هذه دعوة وإليكم مازال هنديس على دوقتك مازالة